السلامة و مرحبا بكم اليوم رسيتم تاعنا انفا سبيسيال الي هي الحرشة الماروكان رسيت هذية اعطتها لي صاحبتي فاطيمة نحب نشكرها عليها ما قادش نتفكر مليح الزيتاب ما قادش هدا في مخي المكونات دونك هي اختارت معايا السميد هو السميد هذية الفين ولا سميد السمو الفين ولا سميد الارطب سميد متوسط هذي الكيس اللي عبرت بيه اللي قصت بيه في المغرب يعيطلوض هاللي كيس العنبة والعبار العنبة حاجة هكير هذوما المكونات خميرة متاع خميرة شيميك خميرة متاع خبز وهناي استعملت ثلاثة كيسين سميد ارتب نجم تستعملوا التاس نجم تستعملوا اي مقياس عندكم نجم تستعملوا السميد متوسط أعطيت ملح قليلا أعطيت السكر أعطيت ناقص سكر أعطيت 4 مغارف أعطيت خميرة الخبز لا أعطيت خميرة الخبز لا أعطيت خميرة أعطيت زبدة أعطيت 3 مغارف أعطيت 3 مغارف يبس بها كل الخليط أعطيت خميرة الخليط ونزيد هنا أعطيت خميرة الخليط إذا قلت على صاحبتي فاطيما فقالت خليط خميرة اضحوا منه شوية بش مباديكا تزيدوا على الخبز المتاعك هنا زيت حليب دافي مخلط بالماء ماء وحليب دافي وزيت لهم بعض الماء بش عجنتها ولميتها انتوكا متتعجنش جس تتلمل عجينة بعد ما لميتها غطيتها بمنديلة لمدة عشرة دقائق ثمانية دقائق قسمت على ثنين على خطر المعون المعون اللي تحط في النينجا فودي مهوش كبير رشيت لهنا شوية من السميد المتوسط وحليت العجينة متاعي هذيكا نصف العجينة حليته غاديكا قاعدت نرتب فيه بشوية بشوية هنا سباتيول تعاون بش ترتب على خطرها مسطحة لتجيب الجهات الكل في نفس النبو تنجمو تستعملوها زادة على الجناب لتسطحوها قاعدت بشوية بشوية نرتب فيها لين وليت لي هكاية مرتوبة وشيدة بلاصتها في الحراف تنجمو تعملو لها كيكا بش تولي مستوية هنا رشيت شوية مسميد المتوسط كما قلت لكم لتستعملو اللي مبسس اللي حضرتو مبسس قبل ما تطبولو الماء يجي أبا حطيتو في البورت غري هذيه السيبور اللي يجي معها وحطيتو فوست التنجرة اللي تجي فوست النينجا فودي حاضرة بشي طيب سكرت عليها لخطان متاع النينجا فودي حطيتها أمود الكريسب اللي هنا خفت لنحط تمبراتور قوية برشة تتحرق حطيتها 315 حرارة 315 درجة فارنايتا كهو من عرش قدش السلسوس لوجو في الانترنت حطيتها لمدة 15 درجة فارنايتا اكا هاو كيف حاليتها ما شاء الله طيبة من الفوق من بعدك كيف قلبتها حسيت اللي من اللوطة نزلت نقصها شوية طياب وعلى هتو تشوفوها دونك زدتها شوية اخر حاليتها اللي هنا حسيت اللوطاني نزلت نقص شوية نزلت ماذا بيها نزيد ننطيبه اكثر عودت سكرت عليه حطيته مود اير كريسب حطيته مود اير كريسب حطيته ثلاثة اتناش متعودوه 315 حطيته ثلاثة اير كريسب اير كريسب لتشوفوها حطيته لمدة 8 دقايق ولا 9 دقايق ما اسلاً سكرت عليها يمكن في 7 دقايق حصيتها طابت بالقداي ولا نضجت وطابت كيف قصيتها الحقم تربيه ظهرت لي هيلة طائبة قلت لي صحبتي حتى تحلها حتى تقصها و نشوف الدخليني بشو نقولو لك ناشحة باتات خام بو طائبة زايدة من الفوق ما الحقم تربيه عجبتني تقولوا لي اسهل في المقلة ويجو سيما انا حبيت نجربها في النينجا فودي حبيت نشوف اسك كل شي نجميجي فيها ولا الايبان شوفوها كيفاش طرية من الداخل بتات خعاليا شوي على الحرشة الاصلية ما هيلا نجمت حتى نحلها ندهن فيها زبدة ولا ندهن فيها معجون حسينو ان شاء الله عجبتكم الرسات وان شاء الله نتقابلو في رسات اخرى بسلامة وصحة و بشفاء اشتركوا في القناة